تأثرت المفاوضة بين مصر وإثيوبيا بشأن الحقوق في مياه النيل وسد النهضة الإثيوبية حيث تتمسك القاهرة بحقوقها المائية المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات المواقعة بين دول الحوض منذ العام 1800 إذ أعطت كل الاتفاقيات لمصر حصة أن قدرها 55 مليار ونصف المليار متر مكعب من مياه النهر ويعتبر الجانب المصري أن أسباب الخلافي تتلخص في عدة نقاط أبرزها رفض إثيوبيا والسودان لتقرير يطرح كيفية استكمال دراسات بشأن السد رفض إثيوبيا لمطالب مصر لعقد اجتماعات لحل تعثر المصار الفني لإنشائه تصريحة أدي سبابا التي تعتبرها القاهرة تنصلا مسبقا من أي نتائج مستقبلية للدراسات تعرض مواقف إثيوبيا مع الأطر المرجعية المتفق عليها في المجال الفني فيما تخشى القاهرة من بدء ملء السد الذي تم الانتهاء من بناء أكثر من 60% منه قبل انتهاء الدراسات وتوافق المواصفات الهندسية والفنية مع موقع إقامة السد وتظهر التخوفات المصرية من ساعة السد التخزيني الكبيرة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام وهو ما يؤثر على حصتها السنوية وتتمسك إثيوبيا بأن تستغرق عملية تخزين المياه في السد ثلاث سنوات بينما ترى مصر أن يكون التخزين على مدار عشر سنوات اشتركوا في القناة